هنسي بحضركم مع موجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زمن رجاء رمزي شكرا جزيلا مصطفى ومشاهدين التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز جديد لآخر وأهم الأنباء تأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فأهلا بكم أعلنت حركة حماس أنها تدرس مقترحات جديدة من الوسطى لإنهاء الحرب في قطاع غزة وأوضح سامي أبو زهري القياد في حركة حماس أن هذه المقترحات يجب أن تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع وأضف أبو زهري أن الحركة تأكدت أنها منفاتحة على أي اتفاق أو أفكار تنهي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي كذلك انسحاب الاحتلال من كل القطاع طلب منذب مصر بمجلس الأمن السفير أسام عبد الخالق بإقرار المجلس هدنة مؤقتة والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وخلال جلسة للمجلس حول الأوضاع بالشرق الأوسط أكد عبد الخالق أن مصر ستستمر في بذل الجهود لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة مشددا على أن إسرائيل ما كانت تواصل جرائمها إلا بضعف المؤسسات الدولية وأكد منذب مصر على ضرورة تبني المجلس قرارا وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل وقف حربها على غزة ولبنان من جانبه أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط طار وينسلاند أكد أن غزة تشهد تصعيدا مأساويا مروعة وقال وينسلاند خلال جلسة مجلس الأمن أن المنطقة توجه خطر المزيد من تصعيد داعيا إلى حماية المدنيين في قطاع غزة وإيصال المساعدات لهم بصورة عاجلة تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف العنيف خاصة على طول الحدود أعلن حزب الله استهدافا لتجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي ببلدة الخيام ومنطقة النحاس عند أطراف بلدة كفر كلا جنوبي لبنان من جانبها أعلن التوازرة الصحة اللبنانية مقتل 2787 لبنانية وإصابة 12772 مصابا وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلية ذكر موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر لم يسمها أن مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن أموس حوكستن وبرايت ماكورك سيصلان إلى إسرائيل غدا لمحاولة إبرامي اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان وبحسب تقرير أكسيوس أن من المتوقع أن يلتقي حوكستن وماكورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يعاف جالنت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن اتفاقا من شأنه إنهاء القتال ما بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية يمكن التوصل إلي وذلك في غضون أسابيع قليلة حذر هيرسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حذر إيران مما غبت الإقدام على أي رد على الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل بالقرب من طهران مؤخرة وقال هاليفي إنه سيتم الوصول إلى إيران بقدرات لم يتم استخدامها من قبل في حال تمت مهاجمة إسرائيل من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بانتاجون أن هناك إمكانية لقيام إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي وأن واشنطن عليها الاستعداد لجميع حالات الطوارئة قال مسؤولون أوكرانيون أن تسعة أشخاص في الأقل أصيبوا بينهم فتاة جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة على العاصمة كيابا أوضح المسؤولون أن الحطام المتساقط من طائرة مسيرة مدمرة أشعل حريقا في مبنى سكني متعدد الطوابق في منطقة سولو ميانسكي غربة أو غربة كيابا فضلا عن اندلاع حريق آخر في مبنى إداري متعدد الطوابق في منطقة سولو ميانسكي كانت صافرات الإنذار قد دوت في كيابا والمنطقة المحيطة بها فيما يقرب من نصف مساحة مناطق شرق أوكرانيا وذلك بسبب الهجومة تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تعهد بدعم القطاع الصناعي عبر فرض تعريفات جمهورية على الوالدات من جانبها حذرت كاميلا هارس المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حذرت من تولد ترامب مقاليد الأمور في البيت الأبيض في كلمة لها أمام تجمع انتخابي خارج البيت الأبيض قالت هارس أن ترامب دمر الديمقراطية الأمريكية وحرض على هجوم الكابيتول رحل عن عالمنا الفنان مصطفى فهمي عن عمر نهز الاثنين وثمانين عاما يذكر عن آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم السرب الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية كما قدم خلال مسيرته الفنية الكثيرة من الأعمال السينمائية ودرامية رحم الله الفنان وأسكنه فسيحة جنته إلى هنا مشاهدين نكون قد انتهى مجزن التاسعة عودة مجددا نستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع مصطفى ودينا فإليكما ولكن بعد هذا الفاصل القصير